أيمان الاستحواز هو الشيء المميز في هذه المباراة وهو الناس كلها تكلمت في هذا الأمر أنه شيء 69 أو أنا أسف 61-39 وبالتالي من الواضح أنها قد تكون طريقة لعبه أو اللي عشان دي بداية موسم لا أيمان من الواضح أنه يعني أكيد طريقة وكل أغلب الفرق الكبرى بتلعب بهذا الشيء بالضبط يعني نشوف مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بينزل برا ملعبه أو فعلا ملعبه بيفرد سيطرته بيفرد طريقته لأن ده الطبيعي فالكالنادي الأهلي طبعا هو دي ميزة طبعا إيجابية جدا يعني زي ما بنقول كده بناخد إحنا بناخد نلاقي حاجة من على الوش طبعا تفاصيل يعني التفاصيل دي دي لسه هتتطور أستخلي بالك أنا بشوف أن حتى لما تيجي تتكلم على التفاصيل ما تزعلش مني لا لسه أول ماتش أول ماتش يا جماعة يعني اللي يقولك يا سلعالي عمل الكرة بقدي كده فكان عملها فديل طريق لا أنا بشوف أول مباراة لسه يعني الجملة بتبني إيه مع تكرارها خمس ست مرات في المباراة في ست سبع مباريات بالضبط كده فهمش عايزين ناس برضو دي عاجة ما جملة معلش يعني ما إحنا عايزين بنقول لناس إيه مش عايزين نغلط غلطات كجمهور أو كناس بتحلل في النادي الأهلي اللي هي الغلطات بتاعت إن التقييم يبقى سريع سواء تقييم إيجابي أو سلبي برافو عليك هو دي بقى بالضبط كده فحنا بس كل بنعمل إيه بنحط اللي هي النقط كده بالضبط إيه اللي حصل بالضبط 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 آه بالضبط آه بالضبط اللي شفناه منه مباراة ده حاجة جيدة جدا ليه حاجة جيدة جدا لأنها مباراة في بداية موسم بعد موسم كان مضغوط جدا وخدنا فترة راحة بعد كان عندنا كم عدد من اللاعبين مصابين ابتدوا يرجعوا مع تغيير جهاز فني معا ظروف المباراة نفسنا أنت بتلعب منافس قوي من أقوى المنافسين اللي موجودين في دور الـ 32 بتلعب خارج ملعبها بتلعب قصاد جمهور فلما بتشوف شكل الفريق وهو واقف على رجله زي ما أحمد كده قال الوقفة في الملعب نفسها وقفة كويسة نسبة التمرير دي لما تبقى بهذا الكم اللي هي بتترجم بعكها للإستحواز اللي حضراتك قلت عليه فالنهاردة لما بتبقى معادي الخمسمائة تمريرة زي ما قلنا في أرضية ملعب مش في أفضل حالتها يعني فده معناه أن تقريبا للنسبة دي نحن نتكلم فوق 80% لنسبة التمريرات صحيحة فده حاجة كويسة جدا المراغات نفسها قرار المراغة لما تاخد 16 قرار أن أنت تعدي واحد على واحد بتنجح في 14 منهم ده معناه أن الأمور سعلى استعادة القرى أن أنت الأهلي كمان يعني بنسبة الاستحواز حتى في في وقت التحليل كان بيتقال أن الأهلي في آخر ربع ساعة في الشرط الأولاني الفرقة التونسية كانت هي المسكة كرة أكتر لكن برضو في هذا التوقيت النالي الأهلي كنسبة السحواز مخسرهاش النالي الأهلي فاز بنسبة السحواز في كل أجزاء المباراة مخسرهاش خالص فده كلها حاجات إيجابية نبني عليها المباراة العودة ده حاجة كويسة فرصة أن احنا النهاردة برونو ياخد على الفرق أكتر شادي حسين ياخد على الفرق أكتر أكرم توفيق عودته مهمة جدا ونطمن عليه الحمد لله بعد إصابة طويلة وإصابة قوية نلعب لما يرجع بها فده كلها مكتسبات مكتسبات نبني عليها معنا كمان عدد من اللاعبين هيبتدوا ياخدوا فرص في المباراة اللي جاي خصوان الدوري كمان بعد إعلان ترتيب المباراة ولسه ما أعلنش المواعيد ولكن متوقع أن الأهلي بعد ما يلعب مباراة يوم 15 للإياب تقريبا 3-4 أيام يلعب مباراة الإسماعيلي بعد يوم 3-4 أيام يلعب مباراة أسوان ثم يطير الإمارات لمواجهة الزمالك فيبقى برضو عندك عدد مباراة في توقيت قليل فتقدر نهاردة تستفيد بجهازات كل لعبتك فأعتقد دي مكتسبات جيدة نبني عليها ولكن بدون إفراط في ثقة بدون إفراط في فرحة بدون نعلمنا يعني بهدوء منظمة الأهلي محتاجة لعبتك فقط